موسيقى موسيقى طبعاً أني نشأت في المنامة أصلاً أني يعني أسرتي كلها يعني من الناحية من الأب والأم من المنامة ونشأت في المنامة طفولة طبعاً طفولة جميلة جداً لأننا عشنا في سلامك الله في بيت في الأسرة الممتدة أسرة الممتدة التي كان فيها والدي ووالدتي وجدي وجدتي وأعمامي وزوجاتهم وأولادهم في البيت العود في المنامة نشأنا في هذه البيئة في الاستقرار في التكامل مع بعضنا البعض في الحياة الاجتماعية الأسرية في التعاون مع بعضنا البعض طفولة جداً جميلة بعدين الوالد والأعمام طبعاً بعد فترة انتقلوا إلى كل واحد كل أسرة صارت أسرة منفردة طبعاً إحنا ساكنين وين؟ ساكنين في فريق حي أو فريق الحمام فريق الحمام يسمونه هذا ، اين صائر؟ عند منطقة مدرسة المنامة الثانوي مدرسة ذهرة فاطمة الذهرة ابتدائية مدرسة عيشة ومؤمنين صايرة في الجانب آخر مدرسة عيشة بعنما في المنطقة المشاهدة مدرسة الزهرة مدرسة فاطمة تالزهرة في هذه المنطقة احنا كلنا وطبعا نروح المدرسة مشي يعني ما كان سياير تروح ناخد سيارة أو شي لا في المنطقة في نفس المكان فكنا نروح المدرسة تعرف عائلة ما شاء الله ممتدة مثل ما قلت لك مع بنات العام وبنات الخال حتى خوالي يعني كل الأسرة كانت موجودة في المنامع وكنا نجتمع مع بعض ونروح كفريق يعني مستنسي متوجهين إلى المدارس هذه بالنسبة إلى يعني نشأتي وطبعا درست في مدرسة الابتدائية مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية للبنات وبعدين درست في مدرسة عائشة أم المؤمنين الأدادية للبنات وبعدين درست في مدرسة المنامة الثانوية أخذت المنامة الثانوية دراسة الثانوية في مدرسة المنامة الثانوية هذه بالنسبة للدراسة يعني في المدارس أنا لما تخرجت من الثانوية كنت أبغي أدرس طب الوالد ما رضى ما رضى أروح لمجال الطب نهائيا فكان زوجة عمي واللي هي معانا في البيت مزين؟ كانت ممرضة هذه عكست يعني أو حاولت تتكلمت مع الوالد أوكي أنت ما تبغي تخليها تدرس طب خليها تدرس تمريض هذا التمريض يعني شيء ملائكي وطبعا ملائكة الرحمة وكذا فلما كلمت الوالد اقتنع بالفكرة خصوصا أني كنت البنت الوحيدة بعد أولاد اثنين فكاني خاف علي واجد يعني كاني خاف أني أتبهدل أو أتعب فكان ما كان يقبل أني من خوف علي ما كان يبغاني أروح أدرس جانب الطب لكن بعدين لما شاف أن زوجة عمي ممرضة وأنا كنت شديت للباس حقها وهي تجي وتروح وتبدل وتطلع وهذا فهذا يعني إحنا كنت صغار وبالنسبة إليه كانت من أوائل الممرضات اللي دخلوا في مجال مهنة التمريض اللي هي زوجة عمي الله يرحمها فهذا عطاني انطباع أنه يعني بدأت أحب هذه المهنة لأن اليونفورم اللي كانت تلبسه والعمل حقها قلت أوكي هذا فعلا عمل إنساني وشداني إلى هذا الشيء لأن خدمة ناس في النهاية فطبعا درست التمريض في كلية العلوم الصحية وعجبت جدا بالمهنة لأني كنت دائما قريبة من الناس وهذا يعني تواصل كأني يعني مو بس المرضى للأمانة لأن التمريض عبارة عن مهنة تحتك فيها مع كل متلقين الخدمة سواء كنت مريض أو سواء كنت يعني جاي تبغي تثقيف صحي أو جاي حق الأطفال أو حق النساء والولادة يعني فهي مهنة ما شاء الله فيها تفرع ومهنة جميلة جدا وفيها يعني كل ما ساعدت الناس كل ما حسيت أن أنا يعني قريبة جدا من الناس حبيت المهنة فعلا حبيت فيها وأبدعت فيها للأمانة أبدعت في هذه المهنة لأن الله يسلمك عقوب ما توظفت في التمريض كان مسؤولتي كانت استرالية اسمها مس هرس هي كانت مسؤولة التمريض وقت اللي كنت أنا توني مت خارجك وممرضة صغيرة جاية فرج فجدت تقابلنا وكذا فقالت أن أحتاج إلى واحدة منكم إحنا كتفعة جديدة جايين استقبلتنا وقالت إحنا أحتاج إلى واحدة منكم تكون تشتغل في في قسم مكافحة السرطان وقتها إحنا ما كان عندنا أصلا يعني قسم للسرطان في مجمع السلمانية الطبي وقتها كان مستشفى السلمانية الطبي أصلا لم يكن مجمع طبعا وقتها كان الكلمة تخوف من هذا القسم نزين وبعدين هي لما جدت تمر علينا قالت أبغد يعني أشوف كفاءتكم في الأقسام اللي أشوف عندها كفاءة اللي أشوفها شاطرة في التخصص بختار بختار واحدة منهم طبعا الحمد لله أنا اتخرجت بتفوق في البكالوريوس بكالوريوس التمريض تخرج بتفوق وبعدين سلم كله لما شي اسمه اشتغلت في التمريض اختارتني مسهرس أن أكون أول ممرضة تفتتح أو تشتغل في قسم الأونكولوجي هذا الأونكولوجي عبارة عن اللي هو قسم معالجة أمراض السرطان اختارتني تقول أن أنت عندش ما شاء الله صبر عندش يعني تحمل حسيت فيش التحمل حسيت فيش الصبر حسيت فيش إنه ما تجزعين لما المريض تتعب حالته توقفين معاه وتصبرينه وتصبرين أهله هذه الشخصية حسب كلامها يعني أفضل شخصية أنه ممكن آخذها حتى تتحمل تعيشوا بهذه البيئة بيئة معالجة أمراض السرطان فكنت أني أول وحدة يعني وقتها اشتسووا أخذوا برايفت روم أكبر غرفة في السلمانية في وحدة العناية القصيرة افتتحوها لعلاج مرضى السرطان حق الكيمو الثرابي ل ل ش يسمها الكيمو الثرابي الأدوية الكيموية العلاج الكيموية بعدها أرسلت إلى الكويت على أساس الكويت وقتها كانت بدأت يعني قبلنا في مرحلة العلاج الكيموية أرسلت إلى الكويت على أساس أتدرب طريقة حقن الأدوية الكيموية طريقة دمج الأدوية تحضير الأدوية الكيموية لعلاج الكيموية قبلها ما كانت الصيدلية هي اللي تحضر ما كانت هي لتحضر اللي يحضر من اللي تحضرها اللي تسويه ميكس هي الممرضة متخصصة بما أنني ما عندي تخصص وقتها فأرسلت في البداية إلى الكويت أخذت دورة في الكويت لمدة ثلاثة شهور يعني كانت مركزة على طريقة التعامل مع مرضى السرطان طريقة الكيموثرابي شلون أقدر أمزج المواد الكيموية هادي وأخلطها بناء على يعني نسب معينة مدروسة فلما رجعت من الكويت قلت لمس هارس وقتها مسؤولتي بما أن الأدوية يعني مثلا لو كان مريض على افتراض مرقت في الطابق الخامس في جناح معين مثلا الممرضة أو الدكتور المختص الموجود اللي يعباشر علاج المريض ينزل الوصفة إلى من وقتها إلى جميلة تحت عندي أنا بالعيادة وأني أحضر الأدوية هادي بناء على البرتوكول اللي أعطني يا الطبيب أحضر هذه المادة طبعا ألبس لباس واقي وألبس كل اللباس الواقي وأبتدي أحضر هذا وأحط الوصفة وأتصل للممرضة تعالي الوصفة جاهزة فكان مجمع السلمانية الطبي أو مستشفى السلمانية الطبي كل الأدوية الكيمواثرابية تحضرها من؟ تحضرها جميلة وكنت أول ممرضة متخصصة في تحضير المواد الكيمواثرابي هذه الأدوية الكيميائية طيب بعدين اقترحت على تمريض مسؤوليني ليش ما أثقف الممرضات بما أنني أخذ هذا العلم خلي أعطيهم إياه أعلمهم أعلم الممرضات على أساس يبتدون هم يحضرون هذه المادة بإشراف طبعا فبدأت قالوا خلاص إحنا رح نعطيش ممرضة رح تكون معاش وانتين حاولي تقلمين هالطريقة مزين وبعدين هذه الممرضة رح ترطلع فوق من أجل شسمة من أجل يعني شرح المادة هادي فبدأت الحمد لله يعني بتعليم جميع الممرضات في مجمع السلمانية الطبي أعطيت ورش عمل بطريقة التعامل مع مرضى السرطان طريقة التعامل مع الأدوية هادي بعدها الله يسلمك ابتعث لدراسة الماجستير في تمريض السرطان بما أن هذا التخصص حديث وقتها على مجمع السلمانية الطبي فابتعث لدراسة الماجستير في هذا التخصص ورحت لإيرلندا ودرست لما رحت هناك في إيرلندا عندهم برنامج إنه قبل لا تدرسين الماجستير تقدرين تاخدين الماجستير مرة واحدة أو تقدرين تمين فترة أطول تاخدين فيها البوستي جراجويت ديبلوما بالإضافة للماجستير فأني طبعاً ضليت فترة يعني سنتين وأخدت البوستي جراجويت ديبلوما في الأونكولوجي وبعد أخدت الماجستير في الأونكولوجي طبعاً اتزوجت بعد ما دخلت البكالوريوس من سنة يعني من سنة أولى تزوجت سنة ثانية أنجبت بتي الأولى والحمد لله وبعدين طبعاً يعني وني متزوجة أجيب الأولاد لأنه كان عندي نوع من شغف للدراسة شغف للعلم أبداً ما أهملت أسرتي أبداً ما أهملت عيالي كنت دائماً الموجه الأساسي لعيالي ودائماً أحمس يعني أحفز فيهم دراسة العلم والدراسة والعلم والتوجه للعلم ونيل أعلى الشهادات ودائماً أقول لهم أنه يعني أنا كأم زين وعندي عيال ما وقفتني الدراسة بما أنني كنت دائماً أتطلع إلى أعلى الدرجات في الدراسة يعني أصريت وقتها أني أبغي أدرس ماجستير حتى ميس هارس وقتها كانت تقول لي أن أنتين تبغين تدرسي ماجستير يعني إحنا في مستشفى مو في كلية فالأولوية للكليات أني يدرسون يعني نرسلهم لدراسة الماجستير يقول لي لا بالعكس أني راح أبدع في هالجانب لو أرسلتوني بعدين وافقت في دايشي قالت خلاص مدام إحنا عدنا قسم جديد ونبغي يعني يعني نطور فيه فبالتالي الأفضل تدرسين في هذا التخصص فبالعكس يعني لما رحت يعني إيرلندا رحت عندي طفلتين وكنت حامل بطفلي الثالث بولدي علي وبالعكس درست وتفوقت للأمانة وكرمت بعد ما رجعت في حفل عيد العلم على يد المغفور له صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السابق طيب الله ثراه الله يرحمه سموه الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة وجيت بتفوقه في حفل عيد العلم وكرمت في ذلك يعني عمرها الدراسة عندي شغاف كبير للتعلم للأمانة ما في كتاب يقع في إيدي إلا وقرأته أحب القراءة جدا أقرأ في كل شيء للأمانة ممكن أرجع شوي أذكرت الحين بعض النقاط وقت اللي كنت أدرس فيها في المدرسة في الثانوية كنت أقرأ الكثير من الكتب أقرأ كل كنت أروح إلى مع بنات عمي إلى مكتبة المحوزة في المنامة نتمشى طبعا نحن في المنامة ما شاء الله سوق المنامة صوبنا والمكتبات هذه سوق مكتبة المحوزة كانت في المنامة فكنت أروح أروح المكتبة وأشتري كتب أشتري كتيبات وكنت أقرأ فحبي إلى التعلم حتى أول ما درست في كليات العلوم الصحية وأني أدرس في كليات العلوم الصحية الصباح مساء كنت أروح إلى وين أروح إلى مدرسة الحورة الثانوية ليش كان في دورات موجودة مجانية تعطى مسائيا إلى اللي يبغي يدرسها مع أنني كنت أحب التمريض وكنت أدرس تمريض وحاب المهنة وبالعكس تخرج مثل ما كليك بتفوق أيضا ولكن كنت العصر كنت أروح أدرس بعد درس تايبينغ عربي وقتها كان ما في كمبيوتر في سنة خمسة وثمانين ستة وثمانين درست سوري في سنة في سنة ستة وثمانين سنة ستة وثمانين درست تايبينغ عربي تايبينغ إيجليزي هذا كرس بروحه ثلاثة شهور تايبينغ إيجليزي ثلاثة شهور مسك دفاتر اسمك دفاتر اللي هي المحاسبة وكان مدرسينا مصريين ودرسونا فكانوا يعني حتى يعني أخواني يقولون لي هم يدرس كانوا يروحون يلعبون في النوادي في العصار يعني في وقت العصر يتوجهون للنوادي ويلعبون أنا كنت يعني همي فقط الدراسة يعني ما كنت عندي وقت أصلا أني يعني ألتفت إلى أي شيء آخر يعني كنت أروح للجامعة أرجع من الجامعة أنزين أروح أدرس الكورسات أرجع بالليل أدرس علشان أبغي أنجح في الأثنين وأتفوق في الأثنين هذا تحدي لكن قبلت التحدي وفعلا يعني وتفوقت في كل شيء الحمد لله يعني ما أثر شيء على شيء هذا بالنسبة إلى طبعا كلك عن الصحة بعدين طبعا مثل ما قلت لك لما انتقلت إلى إيرلندا وبتعثت إلى إيرلندا لدراسة الماجستير يعني طبعا هناك لأن عندهم مستشفيات ضخمة لعلاج أمراض السرطان وإيرلندا معروفة متخصصين في هذا الجانب يعني فتعلمت هناك كيفية كتابة بروتوكولات العلاج أو مساندة المرضى يعني لما رجعت كنت أول من أنشئ سياسات البوليسيز اللي هي سياسات التعامل مع المرضى لأن وقتها مثل ما قلت لك مكان جديد ما كان فيه بوليسيز لكتابة للتعامل طريقة التعامل مع الحالات المختلفة من أمراض السرطان فعلا هي مرضى السرطان لأن فعلا الجانب النفسي ليه دور كبير في التعامل معاهم ومحتاج إلى أحد يكون يعني يتعامل معاهم بصبر بعزيمة أن تدفعهم للإيجابية أن مو نهاية العالم لما المريض يصاب بالسرطان بالعكس هذا يمكن يكون ليه دافع أن يقاوم هذا المرض والمريض لما يكون يعني نفسيته مرتاحة ونفسيته قوية يستطيع أن يواجه هذا المرض بسهولة فكنا فكنا دائما يعني ننصح مرضى سرطان بهذا الجانب موضوع إنساني كبير جدا يعني أنا تأثرت يعني يعني لا أستطيع أن أقول أني ما تأثرت لما اشتغلت مع هؤلاء المرضى بالعكس يعني تأثرت من الناحية النفسية ولكن لم تنعكس هذه علية على أساس ما أبينها إلى المرضى بالعكس أنا قعت معاهم بشكل إيجابي أني كنت أشجعهم على أساس يعني يطلعون من هذه المحنة يخرجون من هذه المحنة فكنت فكنت داعم كبير إليهم يعني وهذا يمكن الحمد لله يعني أعداد كبيرة من المرضى كتب الله لهالشفاء يعني بسبب بسبب العلاج المتطور أيضا اللي بعدين إحنا طبعا موجود ابنة السلمانية سلمانية رغم ترى يعني حداثتها ذاك الوقت في في علاج مرضى السرطان إلا أن إحنا كان موجود عندنا يعني كان فيه أطباء جايبينهم من برة فيه عندنا أطباء كانوا يدرسون تحت الأطباء اللي موجودين الخبراء اللي كانوا موجودين من برة لإهتمام لإهتمام مملكة البحرين بتطور يعني جميع الخدمات وبالأخص في مجمع السلمانية الطبي هذا دلالة على أنه يعني هذا السبب اللي خلوهم يرسلون أطباء يرسلوا ممرضات للدراسة والتعلم على شان يجيبون هذه الخبرة ويطبقونها في مجمع السلمانية الطبي بعدها طبعا صار مجمع سلمانية الطبي لأنه صار أكبر وتوسع وانفتحت الأقسام الجديدة اللي كان من ضمنها هذا له قسم الأورام بعد ما خلصت كنت رئيسة قسم التمريض في قسم الأورام الحمد لله بعد كذا سنة رقيت إلى أن أكون رئيسة التمريض في مجمع في الدور الخامس لهم لقسم الباطنية بأكمله لأن الأورام جزء من الباطنية وقتها وما كنت أني رئيسة قسم التمريض في الباطنية بعدين رقيت إلى أن أكون رئيسة قسم التمريض في قسم الباطنية بالكامل بعد فترة ما زال الشغف عندي أبغي أدرس أبغي أدرس أبغي أكمل للدكتوراه أبغي أدرس أكثر فبدأت قدمت وقبلت في دراسة الإدارة الصحية دكتوراه في الإدارة الصحية طبعا كنت من الأوائل اللي درسوا هذا التخصص كدكتوراه على مستوى الدكتوراه في الإدارة الصحية بدأت أدرس أول سنة بعدين ناداني دكتور عزيز حمزة وقتها كان وكيل وزارة الصحة قال لي إحنا يعني نبغي نبغيش تكونين مدير إداري حق مستشفى الطب النفسي فقيت له إيه لأنه يقول أنا سمعت تدرسين إدارة الآن صحية بدأتين تدرسين إدارة صحية وإحنا عدنا نبغي نسوي تغييرات في أقسام الوزارة الصحة وبما أن أنتين الوحيدة الحاصلة على الماجستير ممرضة حاصلة على الماجستير في سلمانية وبما أن أنتين الآن تدرسين إدارة صحية فأنا أقترح تروحين تمسكين إدارة مستشفى الطب النفسي وقتها صار عندي ما شاء الله سنوات خبر أيضا تدرجت في الوظائف يعني كنت ممرضة مسؤولة تمريض مشرفة تمريض بعدين مسؤول تمريض بعدين رئيسة تمريض فدت تدرجت في الوظائف بعدها قبل طبعا قلت له يعني مكان اللي تشوفه فيه اللي أكون موجودة أنا حاضر وبالعكس وبخدم إن شاء الله كل ما تعلمته رح أطبقى إن شاء الله في الشيسمه في المكان اللي راح أكون موجودة فيه فعينت مدير إداري لمستشفى الطب النفسي في سنة 2000 في سنة 2000 كنت أورادي بادئة دراسة الدكتوراه طبعا رحت سافرت سنة ونص عقب ما خلص ستة وتسعين تسافر سنة ونص درست هناك في الجامعة لأن الدكتوراه عبارة عن قسمين هي مو مو دراسة في البيت لا سنة ونص تأخذين كل الثيوري كل النظرية الدراسات النظرية بعد السنة ونص تبدأين في نبدأ في عمل الدكتوراه في البحث في الديزرتيشن اللي هو عمل البحث الدكتوراه بعد ما رجعت من الدراسة بدأت يعني أشتغل على بحث الدكتوراه وقتها كنت أشتغل على بحث الدكتوراه كمدير إداري في مستشفى الطب النفسي ولله الحمد يعني اشتغلت بكل إخلاص عملت تغييرات يعني إيجابية في مستشفى الطب النفسي لعلني أذكر أهمها أهم إنجاز في مجمع في مستشفى الطب النفسي طبعا بالتعاون مع رئيس مستشفى الطب النفسي وقتها هنا كنت المدير الإداري وهو كان رئيس مستشفى الطب النفسي بالتعاون مع وكيل وزارة الصحة وقتها بتوجيهات من المسؤولين الموجودين رحنا عملنا دراسة كان عندنا يعني كلمت الإدارة قلت لهم عندنا قطعة حديقة مهملة في مستشفى الطب النفسي وكان في ضغط واكتضاب من المرضى الطب النفسي في المستشفى وفيه أقسام قديمة جدا قديمة جدا يعني يمكن ما كانت تناسب حتى وضع وقتها وجود المرضى النفسيين في هذا المكان فاقترحنا أن نغير هذه الحديقة ويكون مكانها بناء مستشفى يعني قسم من قصد يعني حق المستشفى لهو ملحق أو يعني نوسع من المكان بدل وجود الحديقة اللي ما ما حدي يعني ما كانت تخدم وقتها فالحمد لله رحنا مجموعة رح تقع يعني أنا كنت رايحة ومع رئيس نادينا رئيس المهندسين في وزارة الصحة وقتها ورئيس المستشفى ومجموعة من الأطباء الاستشاريين وإحنا قابلنا الوزير وخبرناهم قلنا ترحنا نبغي نسوي كذا كذا قال قو أهد خلاص يعني قعدوا مع المهندس سووا التصاميم سووا التصميم اللي تبغونه وجيبوه وإن شاء الله رح نعتمده وفعلا تم اعتماده وفتتح المبنى الجديد اللي موجود في مستشفى الطب النفسي وهذا كان كله بتعاون من عندنا كلنا كجروب هذا أهم إنجاز الحمد لله ساهمت في إنجازه هذا الإنجاز الثاني طبعا بعد إنجاز له افتتاح وحدة الأورام جينا في مستشفى الطب النفسي افتتحنا القسم الجديد اللي موجود في مستشفى الطب النفسي هذا الإنجاز الثاني في محطة عملي بعدين لما كلمت الوزارة أني أنا الآن أدرس دكتوراه والحمد لله ماشي في عملي من أحسن ما يكون وماشي في دراستي من أفضل ما يكون فبغيت دعم يعني أن تبعثوني لدراسة الدكتوراه هذه والحمد لله حصلت على دعم أيضا يعني ابتعثت لتكملت دراستي يعني أنا اشتقيت الدراسة لوحدي نتيجة الشغف اللي عندي ما كنت يعني أبغي أنتظر يعني مثل ما تقول أني أحصل على الابتعاث كنت بنفسي درست بنفسي رحت يعني بدأت الدراسة ولكن الحمد لله يعني تشافوا العمل هذا وكنت للأمانة ترى أول امرأة تمسك مستشفى كإدارة يعني كمدير إداري في مستشفى الطب النفسي وحصلت على البعثة لتكملت دراستي الدكتوراه هذا كان عندي حافز أكثر أني يعني أعمل أكثر وأجد أكثر من أجل أننا طبعا يعني نقوم بأجود الخدمات نقدم أجود الخدمات في مستشفى الطب النفسي خلصت الدكتوراه بامتياز من جامعة هال في بريطانيا وكرمت على يد أيضا المغفور له سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي طيب الله ثرى خليفة بن سلمان في عيد العلم في سنة 2006 وقل ما تخرجت طلب مني نادوني مرة ثانية الوزارة وقالوا إحنا سعيدين جدا بالتطور اللي انتين شتغلتين على روحش والإنجازات اللي قاعدين قاعدة تسوينها على مستوى المستشفى وعلى مستوى الوزارة فنبغي نعينش كمدير إداري لجميع المستشفيات الحكومية مسؤولي كان تقاعد فقالوا خلاص الدكتورة جميلة الآن صارت دكتورة وعندها دكتورة في الإدارة الصحية وحنا نشوف أن أفضل شخص يمسك إدارة المستشفيات دكتورة جميلة فالحمد لله رب العالمين مسكت إدارة جميع المستشفيات الحكومية كل المستشفيات الولادة جميع المستشفيات الولادة في البحرين جميع المستشفيات المسنين بما فيه معان مستشفي طبعا اللي هو طب النفسي كان فيه إدارتين إدارة لمجمع سلمانيا الطبي لوحدها وإدارة لجميع المستشفيات لوحدها وأنا مسكت جميع المستشفيات إدارة جميع المستشفيات فالحمد لله يعني طورت الكثير في الدائرة يعني من خلال خبرها ومن خلال أيضا العلم لأني درست وتخصصت في هذه الإدارة في إدارة الصحية فقمت بعمل كثير من أيضا اللمسات خلا نقول الإدارية بفريق عمل اشتغلت لك فريق عمل الحمد لله يعني كتيم دائما العمل إذا تبغي يعني يطلع بشكل أفضل مراحل الجودة يجب أن يتركز على من أهم من أهم خلا نقول قواعد هذا العمل أن يكون التيمورك اللي هو العمل الجماعي العمل الجماعي لأن الإنسان لوحده لا يستطيع أن ينجز لكن مع الفريق العمل مع التكاتف مع التعاون كنا مع بعض وهذا الحمد لله من تربيتي من أساس هذا عكس على عملي عكس على شغلي عكس على يعني لما جيت أقول من البداية يعني تربينك تيم كل واحد يساعد الثاني كل واحد يشيل الثاني كل واحد يتكاتف مع الثاني من أجل يعني أبراز أفضل جودة للعمل وكان بحثي الدكتوراه عن جودة العمل الإداري الصحي هذا كان يعني عنوان الدكتوراه أو رسالة الدكتوراه كانت تركز على هذا الجانب فانتخابات على الأبواب الأهل قالوا لي ليش ما تنزلين في الانتخابات ليش ما تنزلين في الانتخابات يعني أنتي كشخصية يعني ممكن تنزلين في الانتخابات فعرضوا عليه الأهل الأهل العيال كبرت فقلت تمام أفكر في الموضوع شفت الموضوع إنه لا خلاص أبغي أنزل في الانتخابات عندي هذا الشغاف عندي هذا الحب في خدمة بلدي أرجع مرة ثانية أخدم بلدي مرة ثانية أبغي يعني أساعم في خدمة بلدي مرة ثانية طلبت من الجامعة أني أخذ إجازة لمدة شهر بنزل فيها في الانتخابات ووضحت إليهم الموضوع ما كانوا راضين طبعا أني أترك قالوا خلاص إحنا بنعطيش إجازة لو نجحتين بنخسرش بيخسروا من هناك ولو ما نجحتين أرجعي مرة ثانية فأخذت إجازة لمدة شهر رجعت البحرين اشتغلت على فريق العمل بدأت أشتغل على أني خلاص بنزل الانتخابات وأعلنت نزولي للانتخابات شكلت فريق عمل طبعا للأمانة أقولها أن تدرجي في الوظيفة في مجمع السلمانية الطبي واللي يعتبر مجمع كبير جدا فيه كبير أعداد هائلة من الموظفين وجودي بعد أيضا في كذا وظيفة حتى في مستشفيات البحرين كلهم كم عدد الموجودين من الموظفين في هذه الدائرة ما شاء الله في الدائرة اللي أني نزلت فيها في الدائرة الثانية عشر في في المنطقة فلما عرفوا أني بنزل حصلت ألفونات كثيرة ما شاء الله كنتي مسؤولتنا كنتي كذا كنتي شتغلنا معاش كذا فحصلت بعد دعم من الأهالي هذا شجعني أني يعني أخوض التجربة يعني ب أكثر حماس خلي أقول أكثر حماس الحمد لله كتب الله لنا الفوز ونجحت في الانتخابات حصلت تقريبا سبعين بالمئة في الانتخابات يعني اكتسحت كامرأة يعني الحمد لله رب العالمين فعلا اكتسحت الانتخابات بسبعين بالمئة وتم التصويت لي يعني الأغلبية تصوتت لي وكنت سعيدة جدا أني أخدم بلدي في هذا الجانب طبعا في كثير من الملفات عندما دخلت في في السلطة التشريعية الملفات الأساسية اللي اشتغلت عليها بسبب بعد أيضا خبراتي تراكم الخبرات السابقة اشتغلت على قانون الصحة العامة وعملنا فيه تعديلات كثيرة في هذا القانون اشتغلنا على قانون التأمين الضمان الصحي والضمان الصحي أصلا يعني لم يطبق حتى الآن في البحرين لأن اشتغلنا عليه ورأى النور في مايو 2018 وقت ما كنا احنا في البرلمان ودافعنا عنا بقوة وعدلنا في هذا القانون على أساس أن نحن حتى يرى النور أهم إنجاز أعتبره للأمانة عملت عليه في السلطة التشريعية أيضا هو قانون التعطل اقترحت شخصيا بزيادة مبلغ التعطل في القانون فاللي كان في الثنوي بيزيد خمسين دينار اللي كان في الجامعة بيزيد مئة دينار فزيدنا زيدت المبالغ اللي لقانون التعطل والحمد لله رأى هذا القانون النور في كثير من الملفات يعني الأمانة مسكتها في البرلمان بصفتي كنت أيضا يعني عضوة في لجنة الخدمات لجنة الخدمات عبارة عن اللجنة اللي تحتوي على الصحة والتأمينات الاجتماعية يعني كثير من الملفات الدكتورة جميلة سماك الآن حسب كلامك أنا ما زلت جداً طموحة وجداً يعني يعني أحب أخدم بلدي في أي موقع كان وبما أن مثل ما قلت لك يعني نظرتي ليس العمل العادي إنما الإتقان في العمل الجودة في العمل يعني هذا هو هذه نظرتي هذا هو يعني هدفي أني لما أعمل أعمل بإتقان أعمل بجودة أعمل بإخلاص أثناء وجودي في البرلمان حضيت على شرف تعيين من صاحب الجلالة الملك المعظم بتعييني كاستشارية كعضو استشاري في دول مجلس تعاون لدول الخليج العربية وعملت حتى انتهاء مدتي هي كانت ثلاث سنوات تعيين وعملت في هذا الجانب كاستشاري في دول مجلس تعاون أيضاً أثناء وجودي في البرلمان تم تعييني أيضاً من قبل صاحب الجلالة أيضاً كعضو مفوض في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والحمد لله أيضاً أتممت دورتي التي كانت فترة تعيين في هذا الجانب فحاولت جاهدة على خدمة بلدي في كل موقع أعين فيه أو أوضع فيه ترجمة نانسي قنقر